انظر إلى سوريا فالرئيس الأسد فقد اختار المواجهة العسكرية وعسكرة الاحتجاجات وهو مجرى وراءه حزب الله وإيران وتركيا وآخرين هناك عدة عوامل مؤثرة في اليمن وهو مثال مهم إذ أن اليمن عارف انتقالا للسلطة فبين سنتي 2011 و2014 كان هناك حوار للمصالحة الوطنية ومشروع دم دستوري كان مثلا يحتد به بعدة أشكال نوه به رئيس أوباما وآخرون ودول الخليج كانت منخريطة لكن بعد ذلك قام الرئيس علي عبدالله صالح بالتحالف مع الحوثيين وقادوا الانقلاب لكن المؤكد أن هذه الدول عندما تتعثر فإنها تستدعي التدخل الأجنبي ترجمة نانسي قنقر